انا لقيت شغل بمرتب كويس قوي شغل ايه بس اللي انت عايزة تشتغليه ده يا رانيا احنا اتفقنا ان ما فيش شغل وبعدين هتروح الشغل ازاي وتسيبي بنتك الصغيرة دي عادي يعني هعمل زي كل الناس اللي بتشتغل وعندهم اولاد ايوة بنتك صغيرة اما تكبر شوية لا بصراحة الشغل مرتب وحلوة قوي وانا مش هينفع ضيع الفرصة دي من ايدي ومين بقى اللي هيعود بالبنت انا هاخد اجازة من الشغل واعود بيها هانا هواديها عند ماما كل يوم قبل ما اروح الشغل وابقى جيبها وانا راجع وليل بهدلة دي بس بهدلة ايه وانا بقولك هسيبها في الشارع هسيبها عند ماما وانا تكبر شوية هتبقى تروح المدرسة عادي يعني مش هتحتاجني في حاجة يا سلام بس انا مش موافق يا رانيا انت مش محتاجة حاجة وما ينفعش تسيبي البنتي كده لازم تاخدي بالك منها مليش دعوة ما هو انا هشتغل يعني هشتغل خلاص يا رانيا براحتك اعملي اللي انت عايزيك هايوا كده برافو عليك بتسمع الكلام اما اطلع بقى ااكل سارة وانا ايمها في السرارها يا ترى مين اللي بيرن الجرس بدري كده طباح الخير يا مام طباح النور اهلا يا رانيا يا بنتي انت ايه اللي جايبك بدري كده اصلا يا ماما رايحة استلم شغل وعايزة سيب سارة عندك شغل ايه ده اللي عاية تشتغلي دلوقتي وتسيبي بنتك الصغيرة دي يو يا ماما انت كمان دي فرصة شغل حلوة او يا ماما بمرتب كويس ومش هينفع ضيعها يلا بقى خدي سارة عشان مش عايزة تأخر يا تيه ما هي سارة دي حبيبتي حبيبة جدتها اعمل لها بقى اللابن ونيميها انت عارفة ان هي هادية ومش بتعيد كتير سلام بقى يا ماما مع السلامة يا حبيبتي تعالي بقى يا سارة يا حبيبي التيتا اما شربك اللبن ونلعب شوية انا وانت ده انت هتسليني اصحاب الحلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بحبكم جدا جدا وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات يلا اللي ما عملش لايك يعمل لايك واللي مش مشترك يشترك في القناة وعايز اشكركم على كل الكومنتات الحلوة اللي بتكتبوهيلي والدعم الكبير اللي بتدعمهولي انتو اخواتي وحبيب اللي بحبكم من كل قلبي انتو بجد بجد احلى اخواتي في الدنيا يلا يلا دلوقتي اعملوا لايك اسبكم بقى اتكملوا الفيديو ها اما روح بقى اعدي على ماما ااخد سارة وارجع البيت عشان اعمل الغداء تاكس هيا ماما اخبار سارة ايه عياتت ولا دايقتك ولا حاجة لا يا حبيبتي ولا عياتت ولا حاجة هي كانت مسلياني طيب كويس يا ماما هتيها بقى بمارجع البيت عشان الحى اعمل الغداء وبكرة الصبح ان شاء الله هجبهايلي ماشي يا حبيبتي سلام عليكم ازاك يا حسام وعليكم السلام اهلا يا رانيا اتأخرت لي كده يا دوب علم خلصت شغل وروحت جبت سارة من عند ماما وليه البهدلة دي بس ما قلتلك مش لازم تشتغلي انت مش نقصك حاجة لا طبعا ناقصني كتير المرتب اللي باخده هعمل منه حاجات كتير قوي انت مش هتقدر توفرهلي وكمان بصراحة الشغل بالنسبة لي خروج من البيت تغيير جوي يعني ماشي يا رانيا حضر لنا الغداء بقى انا جعان جدا وانا كمان جعان جدا هدخل المطبخ احضر الغداء يلا يا سارة يا حبيبتي اما صحيكي بقى ولبسك عشان اودكي عند ماما طباح الخير يا ماما يلا خودي سارة بسرعة بقى عشان انا متأخرة النهاردة تعالي يا سارة يا حبيبي تقلبي ده انا عملالك عصير المز اللي بتحبين يلا سلام يا ماما مع السلام يا حبيبتي انا عندي شغل كتير قوي النهاردة وهخلص متأخر ولسه هرجع بقى اخد سارة من عند ماما انا هكلم ماما وقل لها خليها بيت عندها النهاردة مش هينفق عدي اخدها هتأخر جدا قالو ايوة يا راني معلش يا ماما عندي شغل كتير جدا وهتأخر مش هينفق عدي عليك اخد سارة خليها بقى عندك النهاردة وهو بدل بقى مسح الصبح بادري اجيبهالك ماشي يا حبيبتي سبيها انت عارفة ان سارة دي حبيبتي وهي كل حياتي شكرا يا ماما ربنا يخليكي لي يا حبيبتي رانيا هو انت لسه راجعة من الشغل كان عندي شغل كتير جدا ايه ده فين سارة هو انت نسيتها في التاكس ولا ايه امساها في التاكس ازاي يعني لا انا لقيت نفسي هتأخر سبتها عند ماما وقلت بدل مسح الصبح بادري اروح اوديها اسبها هناك النهاردة وابقى ارجع جبها بعد الشغل وخلاص شغلك بقى واخد وقت كتير منك يا رانيا المرتب اللي باخده اهم من اي حاجة يلا بقى انا هدخل اسقن الاكل عشان نتغد يلا يلا مين الجميل اللي هيتعش عشان ينام يلا مام مام بقولك يا رانيا انا هسافر مع المدير عشان يمضى هقد المشروع الجديد وهنقعد يومين طيب خلاص هروح بقى انا اقعد عندي ماما اليومين دول بدل منزل كل يوم بدري اروح اودي لها سارة ماشي يا رانيا اهلا اهلا سارة حبيبتي ازايك يا ماما انا قلت بقى اجي اقعد معاك يومين ان عندك بكرة اجازة بقى من الشغل ناخد سارة ونروح النادي نفسحها شوي ماشي يا مام هاكيد ده حسيم هالو مادام رانيا الاستاذ حسيم هو والمدير عملوا حدثة ونقلناهم المستشفى ايه بتقول ايه مستشفى ايه ايه يا رانيا يا بنتي ايه اللي حصل حسيم يا ماما عمل حدثة في المستشفى ولازم نروح له حالا طمنا يا دكتور ارجوك للأسف يا مادام البقاء لله لا لا حسيم حسيم انا لازم اسيب البيت ده بقى مش هافضل ادفع ايجار وخلاص انا هروح عايق عند ماما انا وصارة الو أيوة يا مام أيوة يا رانيا يا حبيبتي عملة ايه وصارة عملة ايه كويسة ايوة يا ماما الحمدله انا وصارة يا ماما هنجي نعيش معك انا هسيب البيت ده خلاص بدل ما ادفع ايجار بصراحة انا وصارة نستفيد بفلوس الاجار احسر يا ريتي حبيبتي تيجو تعودوا معاي هتنوروني وتسلوني وبدل ما كل يوم تجيبي صارة قبل الشغل وترجعي تاخديها هي تبقى معاي على طول خلاص يا ماما هحضر شونتنا وحاجتنا ونجيلي يا سلام يا ماما صارة بقت متعلقة بيكي وكأن انت اللي ما ميتها المهم انا هروح الشغل بقى وبعد الشغل هخرج انا وحدة صاحبتي هنشتري شوية حاجات من المول لحظ انك ما بقيتش تعود كتير في البيت معلش بقى يا ماما دي حياتي هعمل ايه اهتم ببنتك شوية البركة فيكي بقى يا ماما انت مهتمية بيها يلا سلام في محل هنا حلو قوي عايز اشوفه هو الاول طيب بقولك ايه تعالي نقعد نشرب حاجة واكلمك في موضوع قابل المحلات يلا عارفة فادي ابن خالي اللي قابلنا الاسبوع اللي فات ووصلنا بعربيته ايوه عارفة الغني قوي ده اللي كان مع عربية حلوة ماله يا ستي عايز اتجوزك ايه رأيك موافقة ولا لا الغني قوي ده عايز اتجوزني انا ايوه ايه رأيك بقى هو مستني من الرد طيب هو عارف ان انا عندي بنت صغيرة بصراحة ما قلتلوش قلت ان مسألك الاول واخد رأيك وبعد كده نبقى نقوله بقى في موضوع بنتك ده يا ربي يوافق بصراحة هي فرصة حلوة قوي ده غني جدا وعنده عربية غالية قوي ما احلمش ان انا اركبها اتأخرت كده لي يا رانيا مش قلت لك ما تتأخريش معلش يا مام انتي عارفة بقى اللفة على المحلات وكمان انا وصحبتي في دنا نتكلم كتير والوقت اخدنا سارة فين نامت يا حبيبتي طيب يا ماما ممكن بقى تعودي عشان اتكلم معاك في موضوع موضوع ايه بقى اللي انتي عايزاه ابن خالد صحبتي يا ماما غني جدا رجل اعمال كبير وبصراحة طلب يتجوزني طيب يا بنتي لازم تتأكد من اخلاقه كويس وهيعمل بنتك كويس ولا لا لان صارة اهم حاجة انا قلت لها يا ماما تعرفه ان انا عندي بنت وتقوله ظروفي كويس يا رب بقى يا ماما يطلع كويس ده غني اول مش مهم الفلوس يا بنتي المهم ان هو يكون انسان كويس ويحافظ عليك وعلى بنتك اكيد يا ماما ايه ده دي مونة صاحبتي اكيد هتكلمني عن فادي الو ازايك يا مونة اهلا يا رانيا ازايك عايز اقولك حاجة انا قلت لفادي ان انت عندك بنت صغيرة وبصراحة هو قال لي انه مش هيقدر يخلي البنت تعيش معاكم يعني هو عايزك تسيبي بنتك يعني لو انت موافقة على الجواز لازم تسيبي بنتك ايه ازاي بس ما التقنعي يا مونة ان لازم البنت تعيش معايا هي دي شروطه وبصراحة يعني انا مش شايفة ان في مشكلة هي المشكلة ان ما تتجاوزي وتسيبي بنتك عيشة عند مامتك منت قبل الشغل كنت بتوديها وبعد الشغل بترجعي تغديها ابق يا ستي زوريها كل اسبوع مرة وخلاص ما هي اكيد البنت اما تكبر وتعرف ان انا عملت كده هتزعل جدا ومش ممكن تسمحني ابدا احنا لازم نفكر في نفسنا واحنا هنفضل نفكر في الاولاد اما تكبر يا ستي بيقول لها اي حاجة المهم ما تضيعيش الفرصة دي من ايديك ده غني جدا وعنده فيلة كبيرة على البحر وبيسافر كتير يعني هتعيش حياة حلوة خلاص يا مونة هفكر ورد عليك هقول لي ماما ايه بس هاكيد ماما مش هتوافق بكده وكمان بصراحة مش عايزة اسيب سارة بس دي فرصة العمر لو ضيعتها يبقى بضيع حياتي انا هقول لي ماما واللي يحصل يحصل صباح الخير يا ماما صباح الخير يا راني بصراحة يا ماما بقى كنت عايزة اكلمك في موضوع قبل ما روح الشغل قولي يا حبيبتي العريط اللي وصيلك عليه فاد يا ماما رجل الاعمال الغاني بصراحة رافض ان بنتي تعيش معنا انتي بتقولي ايه معقول يلا مش مشكلة هو الخسران ده كان هيربي بنتي يتيمة ما عندهاش قب وكان هياخد ثواب وطبعا يا حبيبتي انتي رافضتي بصراحة يا ماما انا مش هقدر ارفض حاجة زي كده دي الحياة اللي كان نفسي اعيشها وبحلم بيها انتي عايزة تسيب بنتك تحرميها منك وانتي عايشة تتجوزي وتمشي وتسيبيها ما هو انا يا ماما مع الوقت بقى هتكلم معي وافهمه ونخدها تعيش معينا اكيد مش هيحصل انت لو خلفتي اولاد هتتشغلي بيهم وتسيبي سارة بنتك لا لا مش ممكن يا ماما وما فكرتش بقى في بنتك اما تكبر هتقوللها ايه ما هو انا بصراحة يا ماما فكرت الفكرة وخايفة ترفضي فكرة ايه قولي سارة مش فهمة حاجة وهي متعودة عليك وما تعرفش انا مامتها ولا انتي ايوة يعني قصدك ايه انا بصراحة مش هستنى اما تكبر وتفضل بقى تلومني وتعتبني والدراما دي سبتيني لي يا ماما وتجوزتي ومشيتي كان المفروض ترابيني وتعيش معايا ما عنديش استعداد اما البنت تكبر اسمع منها الكلام ده فاحنا مش هنقول ان هي بنتي احنا هنعمل ان هي بنتك وكاين لي على اختها انت الجن انت معقول تفكيرك في الفلوس يخليك تفكر في كده ما هي يا ماما بصراحة لو ما عملتيش كده انا مش هقدر ارفض الجوازة دي وممكن اخدها وديها مالجا مالجا انت الجن انت مش ممكن مش ممكن تكوني انت بنتي اللي انا خلفتها الفلوس عامت عينيك للدرجات دي هو ده الحل اللي قدامي يا مام وبصراحة مش عايز احس الاحساس ده ان بنتي بتكرهني مش هتفرق بقى هنغير اسمها وكاينها بنتك هو اختي فكري بقى يا ماما سلام عشان هتأخر على الشغل مش هتفرق بقى عفدتي هتبقى بنتي ايه رأيك في شكل كده يا ماما مش امر ايوة يا حبيبتي امر مش صعبان عليك بنتك الصغيرة اللي واقفة جنبك وفرحانة بشكلك وهي مش فاهمة حاجة يو يا ماما هتبضلي كل شوية تفكريني بالموضوع ده خلاص يا ماما قلتلك يا ريت بقى تفضل مش عارفة حاجة انت مامتها وانا اقتهن ده سر محدش هيعرفه غيري انا وانت وفادي فادي وفادي يعرف ليه طبعا يا ماما عشان اما نيجي نزورك ويشوف سارة ما يتكلمش قدامها اما تكبر وتفهم منه حاجة ماشي يا بنتي ربنا يسعدك ولو اني مش مرتاحة للجوازة دي انت بس يا ماما اللي زعلانة عشان سارة الفيلا بعد اما خلصت بقت رائع جدا يا فادي انا كنت متأكد ان هي هتعجبك جدا انا كل حاجة عجباني اديني بقى ابني حبيب اما شيله عايز افرح بيه مبروك يا رانيا يا بنتي الله يبارك فيك يا ماما شايفها زي الامر ازاي شابهك يا حبيبتي لا ده شابه انا يا حماد ومالو يا حبيبي شابهك ولا شابهها مش مشكلة مبروك يا رانيا انا عايز اشيل البيبي مش انا هبقى خالته خالته بتتحك على ايه يا فادي مش هي اختي رانيا تبقى خالته ايو ايو طبعا طبعا يا حبيبتي هخليك تشيله اديني بقى اياد حبيبي اما شيله انتو خلاص هتسموه اياد ايوه يا ربي يكبر بها عشان يلعب معايا ايوه ايوه زي ما قلت لك المضاعة تتسلم في معادها هو فادي واقف لوحده بعيد كده وبتكلم في التليفون بصوت واطي فادي خلاص خلاص يلا سلام هبقى كلمك بعدين ايوه يا رانيا بتكلم مين يا فادي بتتكلم بصوت واطي كده انا لا لا ابدا مفيش حاجة طيب انا هاخد اياد ونروح نقعد عند ماما شوية ماشي يا رانيا انا كمان خارج وهتأخر شوية ماشي يا فادي برحتك ازايك يا ماما ازايك يا تيتا اخبارك ايي يا سارة الحمد لله يا رانيا انا كويسة ازايك يا اياد ازايك انت يا سارة عامل ايه برضو بتقول لي سارة قلتلك يا ابني انا خلتك يعني ما ينفنش تقول لي يا سارة قل لي يا خالته هقولك خالته ازاي يعني ده انتي اكبر مني بكم سنة مش هقولك يا خالته طب خلاص يا سارة فرق السن بينكم مش كبير خليه يقولك يا سارة وخلاص مش لازم خالته لأ أنا كبيرة ولازم يحترمني يقولي يا خالته طيب أقول لكم إيه هتعودوا بقى الخناقات بتاعت كل مرة التافها دي اطلعوا يلا لعبوا مع بعض أهي تيتا بتقول لعبوا مع بعض يعني أنت لسه عيلة صغيرة زي لو سمحت يا ماما ما تقولي ليش اطلعوا لعبوا مع بعض اسمها اطلعوا لعبي مع ابن أختك عشان ما يعياتش طيب يا سارة اطلعوا يلعبي مع ابن أختك الصغير يو يا دي دا برضو مش هقولك يا خالته يلا نلعب ما تبطلوا مش هجلكم التافها دي خلاص يا رانيا أنا هلعب معي عشان أنت أختي خبيبتي بس ومش هزع على الإيان يلا يا ولد أنا خالتك تعالوا ورايا وبعدين معاك بقى يا رانيا مش عايزة تقولي الحقيقة وتعرفي سارة ان هي بنتك يو يا ماما ما احنا مبسوطين اهو انا عايشة مبسوطة في حياتي وكمان سارة عايشة معاك مبسوطة وكل أسبوع باجى زوركم مرتين تلاتة وبنخرج مع بعض هيكون أحسن من كده ايه تاني يا ماما يا خوفي أحسن بنتك تعرف الحقيقة في يوم من الأيام وتبقى صدمة كبيرة يو يا ماما وهي هتعرف منين بس تبيني عايشين حياتنا ومبسوطين وعايزة أقولك حاجة فادي مسافر بره وقال لن أنا ممكن أروح أنا وإياد نقضي أسبوعين في الشلل على البحر إيه رأيك تيجي معايا أنت وصارة تعودوا معايا هناك بدل ما نقضل وحدنا ولو إني مش عايز أجي ومش عايز حاجة من فادي ده بس ماشي مش مشكلة نروح ونغير جوه عشان بنتك بنتك؟ بنتك مين؟ هي رانيا عندها بنت؟ ماما اسكوتي بقى صارة جاية رانيا هو أنت عندك بنت؟ بنت؟ بنت إيه؟ أصلاً اسمعتك بتتكلمي مع ماما وبتقول لك بنتك لا يا حبيبتي دي كانت بتحكي لي حاجة أصلاً اتلغبطت يا حبيبتي بدل ما قولها إياد ابنك اتلغبطت وقلت لها بنتك هاهاهاهاهاهاها إياد لو سمع كان هيزعى لقوي بتقولي عليه بنت؟ دي مجرد لغبطة يا حبيبتي في الكلام ماشي طيب بقولك يا رانيا هخرج أنا وإياد نروح السوبر ماركت اللي جنبنا نشتري شوكولاتة لا لا يا خبر ده أنا جاي بحاجات حلوة كتير وسايبها في العربية أما أطلع جباً ييه شكراً يا رانيا أنا جاهز وجايلك في المعاد فادي طب يلا سلام سلام فيه الحكاية يا فادي هو أنت كلما تشوفني تقفل التليفون ليه هو أنت بتكلم مين أنت بتكلم واحدة تانية غيري ولا إيه واحدة تانية إيه بس هو أنا فاضي للكلام ده أنا عندي شغل كتير بقولك إيه أنا مسافر ومش عايز أتأخر ماشي يا فادي هصدأك وكمان هقول إن ده شغل هي ديه الحقيقة يا حبيبتي ده شغل هنقعد في الشليه أسبوعين وهاخد معايا ماما وصارة أنا باحل كير يا ماما يلا جاهزين أيوة يا رانيا جاهزين ومحضرين كل حاجة طب يلا بقى يا صارة عشان أعرفك إن بعم أحسن منك يا ابني يا حبيبي قلتلك أنا خالتك عارف يعني إيه يعني أكيد هكون بارك عم أحسن منك عشان أنا كبيرة طب يلا يا صارة ونشوف واو يا رانيا الشليه هنا خلوة قوي ياريت أنا كمان أتجوز واحد غني زيك ويبقى عند شليه حلوة كده هاهاهاهاهاها إن شاء الله يا حبيبتي تكبري وتتجوزي أحسن واحد في الدنيا عارف يا صارة أنت هتتجوزي واحد مجنون يا ولد عيب قلتلك أنا خالتك احترمني شوية طب إيه رأيك بقى بلاش أعتبرك خالتي والكلام ده أصدنتي تغيره مش كبيرة أنا أعتبرك أختي ونلعب ونهزر مع بعض ومش كل شوية تقولي لي خالتي هأختك للأسف يا إياد هي فعلا أختك بس ممتك هي السبب الله يسامحك يا رونيا طب يلا بقى نجهز عشان ننزل المية إحنا هنضيع الوقت في الكلام ولا إيه لا أنا مش هضيع ولا ثانية دي أكتر حاجة بحبها من المية يلا يا إياد عشان أعلمك إزاي تقوم هأنت اللي هتعلميني لا أنا أصلا بعوم أخساب منك وتعالي بقى نعمل سبا خدوا بالكم بقى من نفسكم وما تروحوش بعيد وخدوا العوامات بتاعتكم أيوة يا صارة أنت وإياد خدوا العوامات أنا مش محتاجة عوامة أنا بعرف عوم ممكن ندي العوامة لإياد عشان هو مش بيارف يا عوم وممكن يغرق أنت بتقولي إيه يا صارة ده أنا بعوم أحسن منك طب يلا نشوف وبعدين يا رونيا صعبان علي يا صارة قوي يا ماما ما هي مبسوطة أهي لفت إياد وهو بيقول لها بدل ما تبقى خالتي خلك تبقى أختي عادي يا ماما بيهزروا مع بعض فأنا مش شايفة أنه في مشكلة استنى يا إياد أما تجيب ندارة البحر بتاعتي عشان أنا أفضل تحت الميا بقى ديه لندارة بتاعتي معاك ميش طيب فردي بقى جرالي حاجة بنتك هتقول إيه أنا مش فاهمة حاجة هي ديك بتقول إيه وإيه حكاية بنتك اللي كل شوية بتقولها دي فأكيد فيه سر معقول رونيا يكون كان عندها بنت وضعت من زمان اسكتي يا ماما نبقى نكمل كلامنا بعدين هوتوا سكيبتوا ليه أول ما شفتوني وبعدين إيه حكاية بنتك بقى أنا عايز أفهم بنتي أنت بتسمعي غلط ولا إيه مفيش حد أقال بنتي أنا متأكدا أني سمعت كده لا يا سارة أنت سمعت غلط طيب ممكن تكملوا كلامكم اللي كنتوا بتقولوه قبل ما يجي أنتوا ليس جدتوا عشان خلاص الكلام خلص المهم مش بتلعبي في المياه ليه كنت عايز أخد النضاءة بتاعت البحر وعايزة نضاءة إياد كمان عشان نعرف نعم كويس طيب هتلاقيها في الشنطة اللي هناك دي ويا ريت بقى تشوف إنتي وقياتها تتغدوا إيه عشان نطلب الغداء يا ريت الغداء يجي لنا هنا على البحر مش عايزين ناكل في الشلي الجو هنا حلوة أوه ماشي يا سارة خلاص هنأكل هنا الحمد لله أن البنت ما فهمتش حاجة يا ريت يا ماما بقى ما تتكلميش معايا في الموضوع ده تاني كويس إن هي ما سمعتنيش ماشي يا رانيا براحتك يا بنتي مش هكلمك في الموضوع ده تاني أبدا بس أنا كنت عايزة تطمر لو جرالي حاجة صارة هيبقى مصيرها إيه ها والله يا ماما مش عارفة ربنا يخليكي لنا يا ماما لحد ما تكبر وتجوزيها كمان لا ما هو أنا لازم أعرف فادي بيكلم مين بيتكلم بصوت واطي هو أول ما يشوفني يقفل التليفون أنا هقف جنبه من غير ما يحس بيا وأسمعه بيكلم مين ايوة يا عزة تمام هنسلم البضاعة ونستلم الفلوس في المكان اللي اتفقنا عليه لا لا بعيد عن الشرطة يا خبر ايه اللي أنا بسمعه ده بضاعة وشرطة ياد المصيب يعني فلوسه دي كلها مش من التجارة وشغل الأعمال بتاعته بيتاجر في ممنوعات لا أنا لازم أمشي من هنا بدل ما روح في دهي لازم أخد ابني وامشي فادي فيه ايه يا رانيا أنا سمعت كل حاجة وعرفت أنت بتعمل ايه أنا هاخد ياد ابني وامشي أنت بترقبيني يا رانيا ولا ايه وبتهدديني بابني مش ممكن هتاخديه ابدا لا هاخده يعني هاخده هروح أعود عند ماما يا كده هي هبلغ الشرطة ايه ياد يا ايه ياد ماشي يا رانيا تلولا أني بحبك أنت وابني مش عارف ممكن أعمل فيك ايه هنهعد اليومين دول لحد دهما سلم البضاعة وبعد كده هتصرف معاك أنا مش ممكن أستغنى عن ابني ابدا رانيا في ايه يا بنتي مالك مالك يا رانيا بتعيطي ليه مفيش حاجة يا مام أنا عايزة ارتاح دلوقتي خلينا اطلع القضة فوق طيب يا بنتي ارتحي دلوقتي وبيحكي لي بعدين هو فيه ايه يا اياد مالها رانيا بتعيط ليه كده أنا أول مرة أشوفها زعلانة مش عارف بس هيها زعلانة مع باب تقريبا سمعته في التليفون بيكلم واحدة تانية يا خبر معقول معقول أبي فادي يعمل كده مش ممكن ما هو ايه يعني اللي هيزعى الماما ويخليها تسيب البيت وتعيط كده لما تهدى شوية هبقى تكلم معاها واسألها يا سلام يعني هي هتحكي لك وتتكلم معاك طبعا مش أنا أختها أكيد هتتكلم معايا عشان أخللها المشكلة يا سلام هو انت فكرة نفسك كبيرة ده انت عيلا صغيرة زي بالزبط يا ولد قلتلك مئة مرة احترمني أنا خالتك فهم يعني ايه يعني ممكن اضربك واعقبك يا سلام حاضر يا خالتك هزمع كلامك ولحظ كمان ان شكلك كده قاعد معانا فترة يعني لازم تقول لي يا خالتك عشان اعملك اللي انت عايزه وبقى خرجك في السحك تسبحي على خير يا بنت يا سارة انت بتقول لي بنت طيب تعالي هنا ممكن يا ماما تقولي لي هتفضل تعياطي كده وزعلانا لحد امتى طب ما تحكيني بابا عمل ايه مفيش حاجة يا اياد يلا روح دلوقتي يا ماما انت مش بتاكل ولا تشرب لي مش عايزة يا اياد حاجة يلا روح خليك كده هافضل اتصل بيا ومش هرد عليك انا لازم افكر واشوف هعمل ايه في المصيبة دي سارة انا زعلانا قوي على ماما دي ما اكلتش حاجة من امبارق وشكلها تعبان قوي ما هي لو تحكيني بس فيه ايه اللي حصل مش عير انا قلقان عليها قوي طيب انا هنزل اعمل لها كباية عصير وحاول معاها تشربها وما تزعلش وما تضيقش بها يا اياد هي اكيد يوم واثنين ولا حاجة وهتبقى كويسة يا رب يا سارة اما انزل بيا اعمل لها العصير رانيا دي نامت ايه ده التليفون بيرن جنبها هيصحيها اما اخد التليفون من جنبها ووتي صوته شوي ايه ده لو ما رجعتش انت واياد اقول على حكاية بنتك اللي انت رمتيها عشان تتجوزيني بنتك اللي رمتيها عشان تتجوزيه معنى كده ان رانيا عندها بنت مش اياد بس انا عايز افهم ايه الحكاية ومش هقدر اسأل رانيا عشان هي تعبانة ونايمة انا هتسأل معا ماما هسألك سؤال وما تجذبيش عليها هي يا رانيا عندها بنت ورمتها عشان تتجوز كنت بوتي صوت الموبايل من جنب رانيا عشان جانت نايمة ما كنتش عايزها تسحى ولاقيت رسالة جات قدامي من ابي فادي هو اللي بيقولها كده اه اه فادي لا يا حبيبتي ملكيش دعوة بالكلام ده هي دي حكاية قديمة ما تسألش عنها يعني ايه يا ماما يعني رانيا اختي تسيب بنتها وهنا ما نعرفش عنها هي ده هي فين يا ماما انا عايزها اسمعي الكلام يا سار ملكيش دعوة بالمواضع دي يلا روحي ايه ده ماما عندها بنت طيب ازاي انا ما شفتهاش ومعرفش عنها حاجة انا اطلع صحي ماما واسألها عايز ايه يا اياد انا ما صدقت نمت بتصحيني ليه مش عايزة افتكر حاجة عايزة افضل نايمة طول اليوم عايزة اسألك سؤال يا ماما او انت عندك بنت تانية يا ماما اختي ايه ده انت عرفت الكلام ده من يل دميعت يا سارة وهي بتتكلم مع تيتها لا سارة بتقول كلام مش مفهوم ولو سمحت بقى هيقمش دلوقتي ومتتكلمش في الموضوع ده تاني انت ملكش اخت ولا حاجة طب هي بتقول كده لايه يا ماما مش عارفة يلا روح من قدامي دلوقتي بين الموبايل بتاعي كان جنبي هنا مش قلتلك الحكاية دي مش هتفضل مستخبية انا هنتقم من فادي عشان هو السبب سارة هو انت عرفت ان ماما عندها بنت ازاي الرسالة اللي باباك بعتها على الموبايل كان مكتوب فيها هقول لهم على بنتك اللي انت رمتها عشان تتجوزين يعني معنى الجده ايه اللي انا فهمته بقى ان رانيا كانت متجوزة واحد تاني وعندها بنت وعشان تتجوز باباك بقى كان لازم تتب بنتها ممكن تكون ثابتها تعيش في الملجأ لان ماما مش رجع تحكيلي عنها خالص معقول ممكن تكون ماما رامت اختي في الملجأ اكيد هتكون ثابتها فين يعني يبقى انا لازم اكلم بابا وعرف منه الحكاية يا ريت يا ايه تعال انتصل بي ايوة يا بابا ممكن تقول لي ايه حكاية اختي دي مين اللي قالك الكلام ده الرسالة اللي انت بعتها يا بابا لا لا انسى الرسالة دي خالص ما تتكلمش في الموضوع ده طيب كلم سارة يا بابا لو صمحت يا ابي فادي عايزين نفهم الحكاية لو انت كنت مش عايز بنت رانيا تعيش معاكم مفيش مشكلة اه اه انا جبها من الملجأ اللي ماما حطتها فيه ونخليها تعيش معنا هنا ملجأ ملجأ ايه انت مش فاهم حاجة يا سارة وما تتكلموش في الموضوع ده وما فيش حد عايز يفهمنا حاجة ليه ازاي تبقى بنت اختي وهنا ما نعرفش عنها حاجة ده كلام غلط انا قلت كده وقت ما كنت زعلان لكن مفيش بنت ولا حاجة ويريد بقى تكنوها ورانيا ترجع وإلا هيبقى الحساب كبير ماما بابا بيقولك لازم ترجعي وإلا هيبقى الحساب كبير معقول بيهددني اه مهانا لو فضلت معاه اكيد في يوم من الايام هدخل السجن خلاص الشرطة هتقبض عليه وكل حاجة هتروح الفيلا والعربية والفلوس انا لازم اخلص نفسي من اللي بيحصل ده انا اللي هبلغ الشرطة بنفسي ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما هو فيه ايه هو بابا بيعمل ايه معلش يا اياد يابن حظك كده انت يا رانيا اللي ما سمعتش كلام وقلتلك بلاش الجوازة دي انا مش مرتحالها خلاص يا ماما مش وقت الكلام ده بقى كده يا رانيا بتبلغي عني الشرطة انا هعرف بنتي كل حاجة هخليها تكرهك وبتحرميني من ابني ارجوك يا ماما انا عايزة زور بابا اياد من دلوقتي تنسى خالص اني لك اب اسمه فادي مش هتشوفه تاني ابدا ليه بس يا رانيا ما هو بابا لازم يتكلم معاه ويفهم منه كان بيعمل كده ليه لا ما ينفعش تشوفه ابدا طيب انت برضو ما قلتلش على حكاية بنتك ما قلتلكم فادي ده كداب كان عايز يعمل مشكلة وخلاص عشان ما بلغش عنه الشرطة يلا هطلع فوق يا اياد وانت كمان يا سارة على فكرة انا مش تغيرك اطلعي فوق يا سارة حاضر يا ماما تعال يا اياد يا سارة بقولك ايه ايه رأيك نروح انا وانت من جر ما نقولهم نزور بابا وحجني قوي وعايز اغرف او كان بيعمل كده ليه ماشي يا اياد هقولهم ان احنا هنروح السوبر ماركت نشتري حاجة ونروح نزور باباك وكمان نسأله على حكاية اختك اللي مفيش حد عايز يفهمها لنا دي ليه يا بابا عملتك كده ليه ليه ضيعتين يا بابا وضيعت المستقبل ما تصدقش الكلام دي يا حبيبي انا بريق وهطلع مستجن قريب يا ريتي يا ابي فادي تكون مظلوم طيب ممكن يا ابي فادي تفهمنا ايه حكاية بنت رانيا دي بنت رانيا انا هفهمك يا سارة انت يا سارة بنتها ايه يعني ايه زي ما سمعت يعني انت بنتها باباك يا عمل حدثة ومات وانا طلبت تجوزها بس قلت لها مش عايزك تعيشي معانا وهي وفقت عشان تمعت في الفيلا والعربية والفلوس وثابتك لجدتك تقول ان هي مامتك وكتبتك باسمها وباسم جدك والسر ده ما كانش حد يعرفه غيري انا وجدتك ومامتك يعني ايه يعني زارة اختي مش خلتي قالتك لا طبعا دي لعبة عملتها رانيا عشان اما تكبر البنت ما يبقى الشكلها وحش قدامها وتقعد كل شوية تقولها انت عملت كده لي يا ماما عرفت بقى رانيا بتفكر فيه لا قول ان انت بتقول كده عشان متضايق من رانيا ياريت ما تكونش دي الحقيقة لا لا انت بتتكلم بجد يا بابا هي دي الحقيقة يا ايان فيه ايه يا ايان مالك مالك يا سارة بتعيطي لكده يا حبيبتي بعيط عشان عرفت الحقيقة يا تيتا تيتا انت كنت فيه احنا كنا بنزور بابا في السجن وقال لنا كل حاجة يا ماما ازاي تعملي كده ازاي تعملي كده يا رانيا تتحكوا علي وتفاهمين ان انا اختك مش بنتك ليه بتزلمين يا ماما سامحيني يا سارة انا عارفة ان انا غلطت وما اخدتش حاجة في النهاية كل حاجة راحت الطمع والفلوت هم اللي خلوني اعمل كده عايزك تسامحيني وهاخد بالي منك انت واياد خلاص مش هفكر غير فيكم انا يا ماما مش عايزك تفكري فيها خلاص انا عايزك تفضلي رانيا زي منتي بس للأسف مش هقدر احبك ومش هقدر اسامحي وانا يا ماما انا زعلة منك قوي ازاي كده هرجوك يا سارة سامحيني وانا هعوضك عن كل حاجة شكرا يا رانيا ياريت تفضلت دواري على الفلوس زي ما بتدواري عليها وانسي اني لكي بنت اصلا ياريت مش عايزة اشوفك تاني سارة سارة رانيا رانيا ماما ماما هرجوك يا ماما سامحيني سامحيني يا سارة سامحني يا عياد انا خلاص يا ماما مش زعلان مني بس اما حاجات غفة ودي بقي كويسة وانا كمان يا رانيا مش زعلانة منك وخلاص هسامحك بس مش هقدر اقولك يا ماما معلش يا سارة انت اكيد مع الوقت هتنسي ما هي برضه ما سابتكش في الشارع سابتك معاي يا حبيبتي جدتك اللي بتحبك وانا بحبك اكتر واحدة في الدنيا وهقولك يا ماما مش هقولك يا تيتا عشان انتي أمي سامحيني يا حبيبتي وأوعدك اني هقوضك أكيد مع الوقت هتنسي يا حبيبتي انتو لتنين ولادي حبيبي إياد وإسارة مفيش حاجة هتفرقنا أبدا يا خسارة كان نفسي بابا ما يدخلش السجن معلش يا إياد ده بسبب اختيار الغلط أنا اللي غلطان ماما عايزك في موضوع موضوع ايه يا حبيبتي كان في يا ماما رجل أعمال غني جدا وعايز يتجوزني تاني يا رانيا ولادي كبار مش هتعرفي تتحكي عليهم وتقول ان أنا مامتهم لا يا ماما ما أنا اتفقت معاني هاخدهم يعيشوا معايا ده غني قوي عنده فلا وعربية تاني يا ماما سمعنا ومش موافقين إيه ده انتو سمعتوني مش بقولك الولاد مش صغيرين عمر لله هارفضه وخلاص ولو اني كان معا حتة عربية تاني يا ماما هتفكري في العربية ماما خلاص خلاص انتو فقريين مش وش نعمة أحسن برضو شكرا